وبدأت اللجان العامة حدث عارفين عملية الفارس بتمزال لجان الفرعية تنتقل إلى اللجان العامة أو اللجنة العامة في ألسان دي اللجنة رقم واحد بتعاني نسبة حضور واحد وسبعين في المية حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على مية تلاتة وتمانين الف ومية اتنين وخمسين سوطا المرشح زهران فريد زهران حصل على الف تمنمية واحد وتمانين سوطا المرشح عبد السند يمامة حصل على خمسمية اتنين وعشرين سوطا المرشح حازم حصل على حازم عمر على تنين وعشرين الف سبعمية تمانية وستين سوطا يبقى هنا أول لجنة عامة بتعلن نتائج اللجان العامة اللي هو العدد الحصر العددي وليس نتائج النهائية النتائج النهائية هتكون من جانب الوطنين تخيبات ان شاء الله يوم تمنتاشر إنما الحصر العددي لأصوات الناخبين أول لجنة عامة في محافظة الاسكندرية وهي اللجنة العامة رقم واحد أعلنت نسبة الحضور واحد وسبعين في المئة وهذه النسبة كبيرة جدا حصل المرشح عبد الفتاح على مية تلاتة وتمانين الف ومية تنين وخمسين سوطا حصل المرشح فريد زهران على الف تمنمية واحد وتمانين سوطا حصل المرشح عبد السنة يمام على خمسمية تنين وسبعين سوطا حصل المرشح حازم عمر على تنين وعشرين الف وسبعين وتمانين وستين سوطا هذه أول لجنة عامة تعلن نتائج كحصر عددي وليست نتيجة نهائية نتيجة نهائية تكون من خلال الهائة الوطنية للإنتخبات ان شاء الله يوم تنشر ديسابر بدأت اللجان العامة تستقبل محاضر الفرز من اللجان الفرعية واعلان الحصر العددي وليست النتيجة النهائية تاني بنؤكد ليست هذه النتيجة النهائية اللجنة العامة الأولى في الإسكندرية علانت هذه الأرقام الحصر العددي لأعداد اللجان الفرعية التي وصلت إلى اللجان أو اللجنة الأولى في محاوظة الإسكندرية هيكون بعد كده اللجان العامة تباعنا وبعد ذلك تنقل اللجان العامة هذه النتيجة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ليست نتائج رسمية هي نتائج أولية أعلنت من خلال اللجنة الأولى في محافظة الإسكندرية والتي أكدت قبل قليل عن أول لجنة عامة تعلن الحصر العددي وبدأت اللجان العامة تستقبل بحاضر الفرز من كافة اللجانة الفرعية في كافة المحافظات وبالتالي تعلن اللجان العامة نتائج الفرز الأولية وبالتالي هناك مهم أن نتكلم على عملية انتخابية نتكلم على شفافيب نتكلم على عمليات فرز طبقاً له الهيئة الوطنية الانتخابات التي أتاحت لكل وسائل الإعلام أنها تعلن النتائج من خلال اللجانة الفرعية أو اللجانة العامة إلى حين كمان الإعلام من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات بعد هذه المشاركة الكبيرة والواسعة والتي تحدث لأول مرة نهاردة منتكلم على لجنة أولى في محافظة الإسكندرية اللجنة العامة منتكلم على نسبة حضور أعلنت قبل قليل 71% وهي نسبة كبيرة للغاية منتكلم على طبعا عمليات طبعا نقل بالمناسبة ضمانات نقل الصناديق الصناديق بعد الفرز فيه اللجان الفراعية وكنا بنعلن لحضراتكم قبل قليل لجان فراعية عمليات الفرز بتتم فيها تنقل هذه اللجان مع القضاء مش مع أي حد مع القضاء كل قاضي مسؤول على اللجنة الفراعية بياخد النتيجة التي أعلنها والحصر العدد الذي أعلنه وينتقل بها وسط حراسة الشرطة حراسة كاملة من الشرطة إلى اللجنة العامة يسلمها إلى الرئيس اللجنة العامة تقوم اللجنة العامة بفرز أصوات مرة أخرى من خلال أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المعنية متابعة أجهزة الكمبيوتر فرز كل هذه الأصوات وتحديد هذه الأصوات ثم يتم الإعلان اللجنة العامة تشمل عدد من اللجان الفراعية يتم الإعلان عن اللجنة العامة زي ما حصل من شوية في أول لجنة عامة أعلنت حصر عددي في محافظة الإسكندرية وزي ما قلنا حقه حصل المرشح الرئاسي السيدة عفتاح السيسة على 183 ألف صوت مقابل رقم 2 بعده كان المرشح أيضا حازم عمر اللي حصل على حواء 22768 صوتا ورقم 3 كان المرشح فريد زهران حصل على 1881 صوتا والرابع المرشح عبد السند يمامة اللي حصل على 572 صوتا يبقى هنا بنتكلم على أول لجنة عامة أعلنت النتيجة زي ما بقول كده النتيجة اللي هي الحصر العددي يبقى رقم 2 كان المرشح رقم 1 المرشح عبد الفتاح السيسة ثم المرشح حازم عمر ثم المرشح فريد زهران ثم المرشح عبد السند يمامة طبعا النهاردة الإقبال الكبير اللي حصل على مستوى الجمهورية لم يحدث من قبل وبالتالي هناك متابعة وزي ما كان معنا وفد برلمان دول البحر المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العين اللي تحدثوا عن هذه الانتخابات والشفافية والنزاهة اللي أشادوا بالعملية الانتخابية بالكامل وأشادوا بمنتهى القوة بطبعا هذه المشاركة الوسعة من جانب جموع الشعب المصري فيما يتعلق بهذه الانتخابات لأول مرة نتحدث عن إقبال كبير للغاية السادة القضاء اللي كانوا موجودين معنا من شوية اتكلموا طبعا على إقبال كسيف لم يحدث من قبل إقبال وهذا أمر يتعلق بإشادة كبيرة بالشعب المصري هناخد جانب من الناس اللي شاركت أيضا وكنا وعدناهم بعد كده هنتبع مع حضراتكم كمان ما يأتي إلينا أيضا من النتائج الخاصة باللجان العامة شكرا